في هذا المكان ترك إبراهيم زوجته هاجر بإبنها إسماعيل عليهم جميعا السلام بأمر من الله عز وجل ويقين بأن الله لن يضيعهم وعبر السنين تزدهر مكة لتصبح محفلا تجاريا وتقافيا بين الشام واليمن فيعمر سوق عكاظ بمختلف السلع ثم تمر عصور عديدة وأعوام مديدة في مثل هذه الدار ولد النبي صلى الله عليه وسلم فهي دار أبيه عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب التي قالت إنها في ليلة ولادة محمد خرج منها نور أضاءك منه قسور الشام أضاءك منه قسور الشام أضاءك منه قسور الشام أضاءك منه قسور الشام صلى الله عليه وسلم في مكة ويعيش بين أهلها ويمشي في شعابها وبين بيوتها وفي مثل هذا البيت يتزوج السيدة الأولى في الإسلام سيدة مكة الطاهرة العفيفة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها مكة الطاهرة عن Guatemalan يا جددا وكان صلى الله عليه وسلم يحب الخلوة بنفسه فكان يمشي نحو سبعة كيلو مترات حتى يصل إلى جبل حراء فيصعد ذلك الجبل الشاهق بارتفاع 294 متر للوصول إلى الغار في قمة الجبل حتى نزل عليه الوحي وكلفه تبليغ الرسالة الخالدة اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي ليلة مباركة انطلقت رحلة الإسراء والمعراج من مكة المكرمة إلى مدينة القدس إلى المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين فيالها من رحلة نورانية ومعجزة نبوية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وتبدأ رحلة الهجرة المباركة وتستمر الرحلة حتى تظهر معالم المدينة بنخلها وحراتها وقد علم الأنصار بقرب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فظلوا ينتظرونه عند الحر لا يردهم إلا حر الظهيرة حتى سمعوا مناديا يبشر بقدومه صلى الله عليه وسلم فتسرعوا إلى استقباله وهم في غاية البهجة والسر طالع البدر عليها لا يضغى في الضياب وإذا صوت منادي غير خلق لا يجاء طالع البدر عليها لا يضغى في الضياب وإذا صوت المنادي غير خلق لا يجاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة